حين كان ليل العالم متصالحا مع هدوئه شهدت شوارع الناصرية قبل ستمائة يوم واقعة اختفاء ناشط عرف بسجاد العراقي وهو فصل كان قد مر مرعبا على احتجاجات العراق فيما مضى جلال الشحماني وواع المنصوري وفرج البدري اسماء بارزة غيبت بعد احتجاجات الفين وخمسة عشر ولم يعرف لهم مصير حتى الان ثم جاءت مظاهرة الفين وتسعة عشر ليكمل فصل التغييب القصري رعبه وامله معا في كل حادثة انسانية يكون الامل هو المأوى الذي يمد من يعيش في دائرة الاختناق بهواء بارد لكنه في وقائع التغييب القصري سيكون عدوا متسببا بنوبات الالم المفتوح الى اجل غير مسمى حيث يستيقظ اهل المغيبين يوميا في العراق على امل احساس الفرج القريب لكن ليلهم سينتهي مظلما بانتظار امل جديد عسى ان يطرق غائبهم الباب في اليوم الثاني وهكذا يظل زمن المغيبين متجددا لن يتوارى احنا عائلته عائلة سجاد اللي صار سنتين محرومين من ابنه وما نعرف مصيره وعيشتنا ما عايشين عيشه مثل البشر اصلا عايشين لا لين نليل ولا نهار نهار لين ما نعرف ابنه وين ما نعرف ابنه ميت عديل امل قوب رب العالمين في تموز الماضي قال ناشطون ان لجنة البحث عن الناشط سجاد العراقي سلمت تقريرها وعثر عليه مقتولا في قضائس الدخيل في الناصرية لكن والدته نفت هذا الكلام بشدة وتمسكت بالامل مجددا في وضع صورة لغائبها كتب عليها الحرية لسجاد العراقي انهم يريدون نسيان القضية واغلاقها قالت والدته وهو كلام يعني في وجه اخر ان التغييب القصري اسوأ من الموت لان الاخير يبدأ كبيرا وينسى تدريجيا في رغبة بشرية لاستئناف الحياة اما التغييب القصري يبدأ صغيرا ويكبر كل يوم مع امل بظهور شمس الغائبين التي لن ينير غيرها عتمة ذويهم ماز لطيف وتفيق التميمي تم تغييبهما ايضا في زمن قريب من تغييب ناجد سجاد العراقي لا يزل مصرهما مجهولا الى الان وبالنسبة لذوي المغيبين في العراق يكون المختفون قصرا امام غيابين غياب ابنائهم وغياب الجهة التي قامت بالاخفاء القصري دون كشفها او محاسبتها من قبل اجهزة العدالة على الجانب الغربي من العراق هناك في محافظة الانبار ظهرت طفلة تتحدث عن غياب ابيها عنها لاربعة عشر عيدا كانت جلة امنياتها بالحياة بان تقدم شهادتها المدرسية كما يفعل سائر الاطفال في العالم دموع هذه الطفلة مناشدات ام سجاد العراقي وصرخة العراقية في المحافظات على ابنائهن كلها تقول ان ملف التغييب يبقى في المتن وليس الهامش كما انها تروي ما يفعله فصل التغييب القصر في العراق الذي يرتجي فصلا يسمى في العالم فصل الدولة والقانون هل الحكومة اللي بالعراق كلها عازة عن معرفة مصير الشخص انخطف الخاطفين يمشون على طولهم قاعدين اشتركوا في القناة